لكن ربما الأهم والأبرز الذي ربما الناس يتطلعون له نماصلة المجلس بالثورة المجلس له دور توجيهي وإرشادي يحاول المجلس أن يوحد الجهود العاملة للثورة يحاول المجلس أن يكون صمام أمام في هذه الثورة ولا أدل على ذلك من وثيقة المبادئ الخمس التي عمل عليها المجلس وتوافقت عليها معظم المكونات لا أقول الشرعية بل حتى الثورية